ازايكم عاملين ايه واخباركم ايه? اه يعني انا عندي النهار ده لحمة وعندي بصل وعندي فلفل اه اخدر وكمان التوابل بتاعتها اللحمة دي انا هقطعها وهعملها كباب حلة انتظروني كده في الفيديو الجاي ان شاء الله هنقطعها مع بعض وهنعمل التكات بتاعة الكباب الحلة بالبصل مش بالتوم عشان في كباب حلة بالتوم وفي كباب حلة بالبصل ان شاء الله الفيديو الجاي هتشوفوا الطريقة. ازايكم عاملين ايه واخباركم ايه? النهار ده هنعمل لحمة كباب حلة بالبصل. اه عندي نصف كيلو لحمة. عندي بص التوابل بتاعتها ملح وفلفل اسود وبهارات اللي هما السبع بهارات. عندي بصل بقى متقطع اه يعني مضروب كده صغير او كبير شوية مخشن عادي بس انا ايه المرة دي من عماء قوي اه وعندي كمان فلفل اللي هو الاخضر. هنزل كده بالمكونات بعد ما قطعت اللحمة في الحلة كده وعليها اللحمة المكعبات صغيرة جدا وبعد كده هضيف لها التوابل. يعني انا في العادة بسيب الملح بره لو اللحمة كبيرة. ولكن اللحمة دي عشان صغيرة فحطت لها ايه الملح معيها. بصوا بقى لحمة فاش دهون خالص وحطت عليها معلقة سامنة بلدي اه وستها مع نفسها على نار هادية خالص لحد ما خلصت كده زي ما شايفين وبقت زي الفل. اه واستاوت وبقت زي العسل بصراحة طعمها حلو جدا جدا جدا. انا بحب البصل بتاعها قوي قوي قوي. جربوها بقى وصيبوا اللحمة كده على راحتها كده على النار ووطوا عليها خالص لحد ما تبقى زي الفل كده. كلوها بقى جنب رز ابيض كلوها اه في سندوتشات بتبقى زي العسل.